مرحبا أصدقائي شلومكم؟ هلو كل الهلي بكم في فيديو اليوم تعالوا اليوم نسوي صلصة الجبن بطريقة المطاعم قدموها ويا الوطاطة المقلية ويا السندويشات أشيء كلش طيب وبسيط بس قبل ما نبدي اشتركوا بالقناة إذا كنتم ومشتركين وخلونا لايك من إيدكم الحلوة نقول بسم الله ونبدي في مقلات واسعة وعلى نار هادئ رح أضيف مكعب من الزبدة تقريبا استخدمت 15 غرام من الزبدة رح نذوبها به الشكل هادئ وبعدين نضيف ملعقة طعام من الطحين الأبيض رح نحرك الطحين ويا الزبدة به الشكل هادئ وضروري اتراعون كمية الزبدة المضافة على مود الطحين يمتصها بصورة جيدة وما تكون الكمية قليلة وبالتالي يتكتل وياكم الطحين من تجون نضيفو له الحليب رح ننزل هسة كمية من الحليب السائل وإذا ما عدكم حليب سائل تقدرون تستخدمون الحليب البودر بعد أن تذوبوه بالمي رح نضيف الحليب شوية شوية ويانا ويانا إلى أن نوصل إلى ثخن الصوص اللي احنا نريده أنا بالعادة يكافيني كوب ونص من الحليب السائل بس هالمرة مستخدمنا وعيات طحين مختلفة فاضطرد أزيد كمية الحليب شوية فهنانا شفت الصوص ويايا بعد الثخين فجبت باكيت الحليب وشوية شوية أضيف الحليب وأخلط المكونات مع بعضها إلى أن وصل الصوص إلى الثخن اللي أنا أريده تقدرون أكيد تتحكمون بقوان الصلصة مالتكم ممكن أذقل ممكن أخف راحتكم هس هنا نائب هاي المرحلة شفت قوان الصلصة ماتي صار ممتاز رح أضيف ملعقة صغيرة من الفابريكا وملعقة صغيرة من الكركم على مود ينطي لون حلو للصلصة رح أضيف أيضا رشة بسيطة من الملح على مود أضبط عندي الطعم مات الصلصة وبسم الله ما شاء الله شوفوا المكونات عدنا شلون الجانسة والمشبك مالتنا ما بي أي تكتلات ماضحين هس رح نضيف شرائح الجبن الجبن لازم نستخدم جبنة الشدر ممكن تستخدمون به شكل هذا الشرائح أو ممكن تستخدمون جبنة الشدر لتجي قوالب وتبرشوها وتستخدموها استخدمت آني 200 غرام من جبنة الشدر مثل ما اتفقنا ممكن تستخدمون هذه الشرائح أو ممكن تستخدمون الجبن اللي ييجي بلوكات تبرشوه وتضيفوه فوق الصرصة مالتكم ونبقى به شكل هذا نحرك المكونات مع بعضها إلى أن يذوب عدنا الجبن وأرجع وأذكركم النار مالتكم لازم تكون هادئ بدلت بهاي المرحلة ملعقة الخلط ماتي على موت أشوفكم قوام الصوس شون صاروا إيانا روعة الجبن مالتنا تقريبا ذافت كلها والصوس مالتنا كريمي ويجنن وما بي أي تكتلات فلنفرض فرضا إنه صاروا إياكم تكتلات مع الطحين شون تعالجوها جيبون المكسر اليدوي تخلطون المكونات مع بعضها ويصيروا إياكم الصوس كريمي بس أنتوا إذا التزمتوا بالنصائح والخطوات اللي انطيتكم إياها ما رح يصيروا إياكم أي تكتلات بالصرصة أهم شيء كمية الزبدة مالتكم تكون صحيحة لأنه إذا خليتوا كمية زبدة قليلة الطحين وياكم رح يصير بتكتلات وبالتالي يخرب عليكم الصوس وشغلة أيضا أحب أذكرها ومهمة إنه هذه الصلصة تقدموها وهي بعدها دافية يعني تسووها ومباشرة تخلوها بالسندويشات تقدموها ويا البطاطا المقلية لأنه هذه الصلصة من تبرد تجمدوا إياكم فضروري تحضروها ومباشرة تقدموها وإن شاء الله ياربي اتجربوها وتاكلوها ويا أحبابكم بالفضحة وعافية بالفيديو السابق من سوينا طريقة عمل البورغر خليت آني هذه الصلصة بالسندويشات فكل التعليقات كانت تطالب بالطريقة فاليوم رجعت سويت لكم هذا الفيديو إن شاء الله تجربوه ويخدمكم تستمتعونه بطعمه طيب وعلى قلبكم وقلب وأحبابكم بالفضحة وعافية إذا حبيتوا الوصفة لاتبخلونا علينا بلايك من إيدكم الحلوة حتى تدعمونا وتدعمونا القناة وأشوفكم إن شاء الله الفيديو جاي كونوا على الموعد ومع ألف ألف سلامة